مسؤولي نادي طلاق الجيش رهن ورحيل حرسهم محمد بسام بعدم المشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية أو البطولة العربية يعني لو طلاق الجيش ما شاركش في الكونفيدرالية طلاق الجيش ما شاركش في البطولة العربية فممكن محمد بسام يرحل لو شارك في أي من البطولتين فيبقى محمد بسام مكمل مع النادي ده المواقف بالنسبة النادي طلاق الجيش تسمعتوا كلام كتير محمد بسام ما بين بيراميزة وبين الزمالك وبين أندية أخرى ولكن طلع الجيش مش هيسيب محمد بسام إلا لو ما شاركش في هذه البطوات لو شارك في أي بطولة منهما خلاص هيبقى موجود مع الفريز